على المؤمن أن يحذر أشد الحذر من كبائر الذنوب وصغائرها وأن يكون الحذر من الكبائر أشد مع عدم غفلته عن الصغار لأنها غير منضبطة إذ ليس هناك نص واضح في التفريق بين الكبيرة والصغيرة وإنما هي أقوال لأهل العلم رجحوها فإن كان ضبط الكبيرة من الصغيرة فيه شك فينبغي للعاقل الحازم أن يحذر سيئاته كلها لألا يقع في كبيرة يظنها صغيرة فينبغي له أن يأخذ بالحزم ويحذر الذنوب كلها فالذنوب لها عقوبات إما أن تكون في الدنيا ومنها ما يكون في القبر ومنها ما يكون في الآخرة وإما أن تكون فيهما أي في الدنيا والآخرة وفي القبر جميعا وهناك ذنوب يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة لكن هل إذا وقع العقاب في الدنيا هل سيسقط في الآخرة؟ بالفعل إذا ارتكب الإنسان ذنبا وانتهك حدا من حدود الله عز وجل ووقيم عليه العقاب في الدنيا وتاب إلى ربه عز وجل وأناب فالمرج أن الله سبحانه وتعالى لا يكرر عليه العقاب في الآخرة فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه قال العلماء ومن ارتكب معصية من المعاصي التي تستوجب الحد الشرعي كالزنا والسرقة فنال عقابه وأقيم عليه الحد في الدنيا فإن ذلك الحد يمحو عنه تلك المعصية ويسقط عنه عقوبتها في الآخرة لأن الله عز وجل أكرم وأرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين لمعصية واحدة ومن ستره الله عز وجل في الدنيا ولم يعاقب على تلك المعصية فهو تحت مشيئة الله عز وجل الرحمن الرحيم إن شاء غفر له فأدخله الجنة مع الأولين وإن شاء عاقبه بالنار بعدله على قدر جنايته ثم أدخله الجنة برحمته ومن أنواع هذه المعاصي واحد عقوق الوالدين نهان الله عز وجل عن عقوق الوالدين وهي تعتبر من أكبر الكبائر وقد وردت عدة أحاديث تدل على أن عقوبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة كما في الحديث الشريف الذي رواه البخاري رحمه الله في التاريخ والطبراني وصححه الألباني ورحمهما الله مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق وجاء عن البغي وقطيعة الرحم في سنن أبي داود مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يداخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم وكل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله عز وجل يعدله لصاحبه في الحياة قبل الممات والله أعلم اثنان تتبع عورة المسلم قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله من فوائد الآية الكريمة أن من أشاع فاحشة فله عذاب عظيم في الدنيا والآخرة وقال العلامة السعدي رحمه الله فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب فكيف بمن هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما من أمر إن يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته ثلاثة الكذب والخيانة وقاطيعة الرحم قال عنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا أربع الرياء قال صلى الله عليه وسلم عن تحريم الرياء وعقوبته في الدنيا من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره خمسة كفر النعمة ذكر الله سبحانه وتعالى الكافر بالنعمة فقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فاللهم يا رحمن يا رحيم وفقنا للتوبة النصوح من جميع المعاصي والذنوب وتقبلها منا وثبتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر